سلام عليكم إلا بشهور بشهوانكم وإخباركم 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 مرتاحاً ورجعت لكم فيديو جديد ومراجعة جديدة أيضاً للعبة جديدة اسمها Steel Rising هذه اللعبة ستصدر بتاريخ 8 سبتمبر 2022 على جهاز بلاي ستيشن 5 والإكس بوك سيريس S وX وأيضاً الـ PC نظام اللعبة تعتبر Action RPG وأيضاً من نوع ألعاب Souls-like تم مراجعة اللعبة على جهاز بلاي ستيشن 5 وراح اتكلم الحين في تفاصيل اكثر عن هذه اللعبة بالمراجعة اتمنى قبل ما ابلش اردت تضغطوا على زر اللايك اشتركوا معنا من القناة اذا ما كنت مشترك والحين قبل ما ابلش حياكم وراح ابني مراجعتي في قصة اللعبة تدور احداث القصة في فرنسا عام 1789 في فترة قمع الثورة الفرنسية وبقرار من الملك لويس السادس عشر بوسطة جيش من الاليين ما يعرفون الرحمة تم صنع الاليين بواسطة شخص اسمه دي فوكانسون وفي الجانب الاخر من فرنسا وبعيدا عن الثورة تم ارسال زوجة الملك وهي فاري انتونيت الى قصر منعزل يحرص الاليين من جيش الملك وكانت ماري تعاني من تساؤلات كثيرة من سبب قتل الثوار وايضا من سبب وفاة بنتها صوفي وابنها اللي منعها الملك من توديعهم وشوفت ابنائها عند الوفاة وكانت للملكة ماري حارسة الية مخلصة اسمها ايغوس وكلفت الملكة ماري هذه الالية بارسالها الى وسط فرنسا لتكتشف الحقيقة وايضا لمواجهة الملك قبل ان يهدم المملكة وايضا مواجهة شخص اللي صنع الاليين اللي اسمه دي فوكانسون والحين بتكلم عن طريقة اللعب او اسلوب اللعب تعتمد اللعبة على القتال ومراوغة وصد الضربات كباقي العاب السولز لايك وفي لعبة ستير رايزنج اهتموا بالجيم بلاي كثير واهتموا بتفاصيل لا بأس فيها في نظام الاكشن ار بي جي مع مناطق متجانسة ومناسبة لطريقة اللعب رح يحتاج منك انك تتقدم في اللعبة عشان يفتح لك خواص جديدة وتتعلم اساليب جديدة تخدم الشخصية في الجيم بلاي في البداية في قائمة الخيارات رح تلاقي خاصية اسمها تفعيل وضع المساعدة لازم تتبه في هذه الخاصية ورح اشرحها بالمختصر المطورين حطوا هذه الخاصية عشان تناسب بعض اللاعبين اللي ما يحبون الصعوبة في العاب السولز لايك اذا فعلت رح تقدر تحدد قيمة الضرر اللي رح يجيك من العداء وايضا اذا مت في اللعبة الارواح اللي جمعتها ما رح يطيحون منك رح يبقون معك وايضا اذا فعلت خاصية مساعدة رح تقدر تسترجع عدات التحمل بشكل اسرع بس للعلم اذا فعلت هذه الخاصية رح تفقد مجموعة من التروفيات في اللعبة في اللعبة لا تشغل هذه الخاصية وطبعا القرار لك تحتوي اللعبة على خاصية تصميم شكل الشخصية وكانت الادوات في التصميم جدا جدا بسيطة حتى ما يعطيك اي تسجيع للتصميم بعدها بتلاقي اربع كلاسات مختلفة وهي حارس شخصي والجندي والراقصة والكيميائي كل كلاس له اسلحة المناسبة كبداية وبعدها تجد تغيرهم وبتلاقي تفاصيل كل كلاس واساليب تطويره والمميزات اللي يتمتع فيها هذا الكلاس اذا ضغط زر مربع يفتح لك تفاصيل اكثر حول الكلاس وشنو يتميز فيه ويعطي حرية اكثر لللاعب باختيار كلاس المناسب له وتطويره حسب احتياجه وتجد تطور شخصية اللاعب بواسطة قتل الاعداء وتجمع شيء اسمه جوهارة الحركة وبعدها تجد ترفع من تلفيل الشخصية في صفحة تطويرات بسيطة وغير معقدة تحتوي على القوة والصلابة والحيوية والهندسة والكيمياء والمرونة مجرد ما يتوفر لك عدد كافي من جوهارة الحركة ووقف على اي خانة من التلفيل وبتشوف العدادات تحت تتغير مما يسهل على اللاعب شون راح يتغير في الشخصية عند التطوير وتحتوي اللعبة على اسلحة وملابس كثيرة كل اسلاح له خواصة اللي يناسب تطويراتك للشخصية ويتوفر لك حقيبة تشيل عداد كثيرة من الايتمات منها للقتال ومنها للدفاع ومنها ايضا التطوير لفلات الاسلحة وايضا تجد تشتري بعض الاسلحة والدروع والايتمات من العربة الخاصة لك بوسط جوهارة الحركة وبخصوص عوالم اللعبة وتصميم المناطق اشوفها جدا جدا ممتازة ومتناسقة وعجبني جدا تجانس المناطق من ناحية ترابط الابواب وممرات والاختصارات وتجد تقفز على بعض المباني او النزول الى اسفل المنطقة للبحث عن الايتمات والصناديق واشوف انه كان فيه اهتمام جدا كبير في تصميم الخريطة وهندسة هذه الممرات في الخريطة كان فيه ابواب كثيرة ابواب مغلقة مهارات راح تكسبها عشان تجد تفتح بعض هذه الاماكن لما تلعب اللعبة وتشوف المراحل راح تذكر على طول العاب السولز وايضا راح يمرون عليك بعض الاماكن فيها ابواب ناسة كلمك من خلف الابواب وهذا ذكرتني جدا بلعبة بلود بورد كان اهتمام جدا ممتاز فيه طريقة تصميم حركة الخريطة اعجبني جدا وهذه النقطة التي تحسب لهم وبخصوص المهمات الجانبية كانت جيدة جدا مرتبطة ايضا بقصص جانبية منها البحث عن اشخاص معينين او عناصر معينة حسب حاجة هذا الكويست وايضا للعبة خريطة بسيطة جدا عبارة عن مناطق كلمنطقة فيها رموز تبين هذه المهمات الاساسية وهذه المهمات الجانبية وفيها تسوي تلقل سريع بين المناطق عن طريق العربة اللي راح يفتح معاك مع القصة من الاشياء اللي احطت في الخريطة وكت اتمنى تكون موجودة اي توضيح اكثر للمنطقة نفسه اوه فقط يدخلك الى هذه المنطقة وبعدين يخليك انت تمشي في منطقة ما في لها اي خريطة مصغرة لازم انت تستكشف الممرات بس للاسف ما كان فيه تنقل داخل المنطقة نفسها يعني بين الشيكبونت الى الشيكبونت الثاني ما كان فيه تنقل بينهم فاحيانا تحس بنوع من الضياع ولكن اعطاك شي بديل وهي البوصلة البوصلة هذه ممكن تساعدك في البحث عن مهماتك الرئيسية او الجانبية اما بخصوص الذكاء الاصطناع للعداء كانت جيدة جدا لا بأس فيها حركات العداء كانت محدودة ولهم حاسة قوية يقدرون حسون بالشخصية او باللاعب من المسافات بعيدة واما بخصوص اشكال الاعداء كانت محدودة جدا جدا من بداية اللعبة الى نهاية اللعبة يتغيرون فقط في بعض الاساليب منها الثلج او النار او الكهرباء كنتفضل ان يكون فيه تنوع اكثر من ناحية العداء اما بخصوص الزعماء فكانت تصاميمهم مختلفة ضخمة واشكالهم مناسبة وبخصوص تعريب اللعبة نعم اللعبة تدعم اللغة العربية من ترجمة حوارات وقوائم معربة بالكامل التعريب كان ممتاز جدا ومفهوم لكن استخدامهم لنوع الخط كان غير مناسب والسبب هو ستايل الخط العربي المستخدم لان الاحرف اللي بينهم كانت متلاسقة تغريبة اضافة لهذا شيء ان حجم الخط في القوائم شبه صغير يعني احيانا تضطر انك تركز اكثر من شاشة عشان تقرأ المكتوب ونعم المراجعة كانت على جهاز بلاي ستيشن 5 ولكن للأسف اللعبة ما تدعم اي خاصية من خواص الكنترول اللي هو هابتك فيدباك واللي بيسأل ايضا عن صعوبة اللعبة انا شوف ان الصعوبة موزونة جدا في البداية راح تحس بنوع من الصعوبة لان ما عندك المهارات والاسلحة الكافية والدروع الكافية لكن كلما تتقنى في اللعبة راح تلاحظ ان الشخصية صارت اقوى قتالك صار اجمل واقوى كما لفت الشخصية بشكل صحيح مع المهارات المناسبة له راح تلاحظ ان ضربتك ضد العداء صارت افضل بشكل اكبر وقبل ما اخلص فقرة طريقة اللعب باتكلم عن هبوط الفريمات في اللعبة لاحظت هبوط الفريمات في اللعبة هبوط جدا جدا خفيف احيانا يمكن ما تحس فيه لكن لاحظت في بعض الاماكن لما يكون زحمة من القتال او اني انا قاعد احرك بشكل عشوائي فالحظت هبوط قليل بالفريمات بس للامانة هبوط الفريمات في اللعبة ما اثرت بتجربتي نهائيا استمتع جدا بالجيم بلاي فما اثر علي هذا الهبوط خلاص طريقة اللعب اللعبة عطتني جيم بلاي جميل كل ما تخدمت في اللعبة مع اهتمام في نظام الار بي جي واجواء وتصميم مناطق ممتازة جدا وحرية في طريقة اللعب والكلاسات مع توفر اسلحة متنوعة ودروع يتيح لللاعب الاختيار بشكل حر وايضا مع قتال ممتع من كومبوات ومزج بين الاسحار والاسلحة المتوسطة والاسلحة الثقيلة وحين بتكلم عن الرسومات الرسومات في اللعبة جيدة جدا وتدعم خاصية الفوركي ويتيح لك ثلاث انواع من مودات الخاصة حق الرسومات منها ثبات الفريمات واقل كواليتي او دقة عالية مع فريمات اقل وايضا يتيح لك خاصية اله دي ار اذا كانت شاشتك تدعم هذه الخاصية لما تشغل اله دي ار راح تلاحظ وضوح بالالوان افضل تشبع الوان ممتاز جدا فاللي عنده خاصية اله دي ار انصح ان يلعب اللعبة مع هذه الخاصية انا جرب جميع انواع كان افضلهم كالرسومات هو اله دي ار واذا ما عندك اله دي ار افضلهم هو ثبات الفريمات لان اللعبة فيها حركة كثيرة وفيها قتال وفيها مراوغة وتحتاج انك تتحرك بشكل سريع فكل ما كان الفريمات عليك كل ما يكون سهل عليك في اللعب وتستمتع اكثر في الجيم بلي وايضا من بين الرسومات المؤثرات البصرية منها الانفجارات والنار والقنابل وايضا الاسحار كانت جدا جدا ممتازة الوانها كانت مناسبة اما بخصوص الموسيقى والمؤثرات الصوتية الموسيقى كانت في اللعبة عادية جدا في المناطق يكون الهدوء اكثر شي ولكن عنده زعماء راح تشتد معاك الموسيقى وتتغير ويكون كل زعيم له اجواء خاصة في القتال مع موسيقى مناسبة له يعطيك حماس اكثر وتسجيع اكثر في القتال اما العوالم كان اكثر شي هدوء مع وجود موسيقى معينة تطلع هذه الموسيقى بتكرار كل ما واجهت اي عدو موجود في المنطقة فتحس شوي بنوع من التكرار في هذه النغمة اللي راح تطلع لمدقات الاعداء كان يفضل انه ما يحطون موسيقى نهائيا لمدقات الاعداء عشان يتم اكثر شي هدوء في المنطقة هذه وايضا من المؤثرات الصوتية اللي هي القتال بالاسلحة او الضربات تسمع اصواته بشكل ممتاز جدا مناسبة لهذا الاسلاح ومناسبة للحركة وبتكلم عن اصوات الشخصيات في الحوارات يعني الاداء الصوتي للشخصيات كانت جدا عادية اما بخصوص السلبيات راح اذكر نقاطها بشكل سريع هبوط خفيف في الفريمات احيانا ما تحس فيها وايضا عدم تطابق الحوارات مع حركة الشخصية بالاضافة الى نوع الخط العربي المستخدم اشوفها غير مناسب وحجم القوائم صغير وايضا من السلبيات للامانة لازم اذكرها مجرد ما اني لعبت اللعبة هذه تقريبا مرتين اي ثلاث مرات صار فيه كراش حق اللعبة اللعبة علقت وتسكرت وطردني من اللعبة بشكل كامل ممكن لانا كانت هذه نسخة مراجعة واتمنى في الايام القادمة يتم اصدار تحديث لحل هذه مشكلة اذا وجدت عند كل النسخ الخلاصة لعبة ستير رايزنج عطتني تجربة جدا ممتازة وممتعة في الجيم بلاي وتوظيف عناصر الار بي جي في اللعبة بشكل مناسب جدا مع تصاميم محدودة لبعض الاعداء وصعوبة موزونة في اللعبة انصح في اللعبة لعشاق العاب السولزبوند وتقييم النهائي للعبة ستير رايزنج وهو 8 من 10 اتمنى انكم استفدتم بمراجعة ولا تنسوا لايك سوبسكاب شير بالقناة ونشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني شكرا ومع السلامة